بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتحة لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بيتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم وطريقتهم في التعلم أنهم كانوا بيتلقوا القرآن الكريم آيات معدودات ما كانش الكم كبير كان الكم معقول جدا وبسيط عشان يتفهموا معنى هذه الآيات ويفقهوا ما فيها من علم وفق يفقهوا دا ويتعلموا دا من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكمان مش يتعلموا بس دا يتعلموا ويعملون بما في هذه الآيات وبعد كده يبدأون في حفظ غيرها على نفس هذا المنوال وهذا المنهج العلمي في التعليم وفي ذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن لكانوا بيعلموهم القرآن وهو تابعي كبير فبيقول حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم وغيرهما أنهما كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا يعني هم كانوا بيتعلموا بطريقة معينة هي العشر آيات يحفظوها ويتعلموا ما فيها من الفقه ومن العلم وكانوا بيتلقوا ده من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إذن ده كم من العلوم والمعارف كبير السؤال بقى اللي بيطرح نفسه لمنكري السنة أين هذا العلم الذي يتعلموه وهل كانوا بيتعلموا العلم ده اللي كانوا بيفقهوه من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام هيتعلموا العلم ده لنفسهم بس دون من خلفهم ده شيء مش منطقي يعني ده أمر لا يعقل أبدا ده طلاب الحديث النبو الشريف كانوا بيقيمون بجواره صلى الله عليه وسلم اللغاوي بقى علم منهم الأهل الاختصاص وحتى اللي كانوا بيسفروا يأتون من مسافات بعيدة لطلب الحديث الشريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يتعلموا ويحفظوا ويفهموا زي ما أخرج لنا الإمام البخاري عن مالك ابن الحويرث بيقول إنه أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون كانوا شباب متقريبين أوي من بعض في المرحلة العمرية وبيقولوا أقمنا عند النبي عليه الصلاة والسلام عشرين يوما وليلة وبعدين بيقول فظن أننا اشتقنا أهلنا يعني هو بيقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ظن إنهم افتقدوا أهلهم وبدأ النبي يسألهم فسألنا عمن تركنا في أهلنا إحنا سبنا مين اللي لي أنت أنت متجاوز ولا مش متجاوز أنت مقيم مع أبوك وأمك ولا مقيم مع عيلتك ولا مقيم مع أولادك ولا مين ناسك فبدأ النبي يعني ده نوع من الألفة والود فبيقول لما سألنا النبي عليه الصلاة والسلام معاً دالك فأخبرناه وهو بيوصفه فبيقول الصحابي الكريم وكان رفيقاً رحيمة ما هو من الود والرحمة إنه يقيم هذا الحوار معاهم ويسألهم أنت عايش مع مين من أهلك من ناسك أنت متجاوز مش متجاوز عندك أولاد ما عندكش أولاد وهو ما يعني هو بيقول كان رفيقاً رحيمة فبعد ما النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يتكلم معاهم وسمع أخبرهم وعن أسرهم وعوائلهم بعد كده علمهم النبي حاجات وقال لهم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم علموهم العلم اللي انتوا تلقتوه ومروهم يعني مروهم بالخير الذي تعلمتموه وصلوا كما رأيتموني أصلي طبعاً النبي عليه الصلاة والسلام فصل ليهم الأمر إزاي يصلوا وكيف تكون الصلاة وهيئة الصلاة وده إن شاء الله حنفصل في هذا الحديث الكلام مرة تانية عشان ننكر السنة يشوف إزاي إن الحديث النبوي الشريف بيعلمنا دقائق دقائق العلوم والمعارف اللي إحنا بنستعملها في عباداتنا فالنبي قال لهم وصلوا كما رأيتموني أصلي النبي يعلمهم إزاي يصلوا وحصل ده بالفعل هنجمع بين الروايتين ونشوف إزاي النبي علمهم الصلاة وإزاي هم نقلوا مش كانوا بيتعلموا العلم لأنفسهم فقط إنما كانوا يتعلمون العلم ويحفظوه ويقومون بنقله لأن ده أمر نبوي شريف إزا المجموعة دي اللي جات الشبيبة دول اللي جم يتعلموا من حضرة النبي عيسى والسلام رجعوا إلى ديارهم يعلمون قومهم ما تعلموه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكملة الرواية وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم فالنبي أمرهم إنه لما تأتي ساعة الصلاة سواء أنتم في سفر أو في حضر لازم أن يؤذن لكم أحدكم واحد منكم يبقى هو المؤذن يعني يرفع الأذان ليعلم دخول وقت الصلاة وبعد كده النبي قال ثم لي أمكم أكبركم وحنشرح الحديث ده بتفصيل أكبركم ولا أقرأكم للقرآن وإزاي إحنا بنوفق بين المعنيين دول عشان نشوف دقة علم الحديث النبوي الشريف النهاردة إحنا بنتكلم بصورة عامة عن إزاي تلقيهم للقرآن وتلقيهم للسنة وهم بيتعلموا القرآن لأنه كانوا بيعلموهم كيف يقرؤون القرآن ويتعلموا العلم كمان من حضرة رسول العيسات والسلام ومن الصحابة اللي كانوا أهل اختصاص في تعليم القرآن الكريم اللي بينقلوا العلم اللي يتعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلموه لبقية الصحابة كان صحابة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عندهم حرص شديد جداً على حضور مجالس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص يعني تعجب له لما تيجي تقرأ السنة وتقرأ السيرة النبوية المشرف السيرة مش اللي كتبوا في السير جايبين الكلام ده من عندهم اللي كتبوا في السير جابوها من كتب الحديث لابد من حينما نتكلم عن أي شيء يخص بالحديث وسير يكون كلام علمي دقيق واكب الحركة العلمية للحديث منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحضر لأنه مر بمراحل علمية دقيقة اللي حفر المنهج العلمي بتاعها في نفوس وقلوب الصحابة الكرام كان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام درب عليها الصحابة بطريقة غير مباشرة الصحابة علموها للتابعين والتابعين علموها لتابع التابعين وهكذا إلى أئمة الحديث اللي خدوا هذا العلم واللي تلقوا إزاي يخدوا الأحديث ويتلقوها بحرص ويتأكدوا مين اللي روى الحديث وده علم المسلمين وفقوا إليه ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوجيه وتعليمه وتدريب النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام في تربية الصحابة الكرام على تلقي القرآن الكريم وتلقي الحديث النبوي الشريف الصحابة كان عندهم حرص شديد على تلقي الحديث وكان برضو عندهم حرص على أنهم يقوموا بأعمالهم الحياتية اليومية الخاصة اللي هي خاصة بمعايشهم زي التجارة زي الزراعة زي الصناعة اللي كان في بيئة زراعية اللي كان في بيئة أخرى كل أنواع الأعمل الإنسان مش هيقدر يعيش بالعلم الشرعي فقط لابد أن يكون فيه أعمال مع الحرص الشديد على إدارة أعمالهم وغير أمور حياتهم كلها أحيانا كان بيصعب على بعض الصحابة حضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا بيعملوا إيه زي ما ذكرنا قبل كده أن هم كانوا بيتناوبون على مجالسه صلى الله عليه وسلم زي ما كان بيعمل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وقلنا أن بني أمية بن زيد المنطقة دي كانت من عوالي المدينة يعني من أطراف المدينة مش قريبة يعني زي ما يكون قرى شوية بعيدة عن مركز المدينة وبيقول أن إحنا كنا بنتناوب سيدنا عمر بيتناوبوا على النزول على المجلس بتاع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فبيقول جاري ده ينزل يوم وأنا أنزل يوم يعني يوم ينزل المجلس ويوم يروح شوف أعماله التاني ينزل يحضر مجلس سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتعلم العلم وبعدين اليوم اللي بعده ينزل سيدنا عمره وده يروح للعمل بتاعه فهو بيقول سيدنا عمر بيشرح حتى هذا الكلام فإذا نزلته جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك يعيز يوصف لنا سيدنا عمر بن الخطاب مدى حرص الصحابة الكرام على تلقي الحديث حتى مع وجود الشواغ للحياة لكن في حرص على تلقي أنوار الوحي عشان هو ده اللي بيعيشوا به هو ده اللي متعمق في كل مجالات حياتهم إزاي تكون العقيدة إزاي تكون عبادتهم إزاي تكون معاملاتهم كل ما يتصل بحياة الإنسان المسلم فتلقي هذا العلوم يعني هو الحياة الحقيقية للإنسان لكن سعي الإنسان في الحياة للبناء والتعمير والزراعة والتجارة والصناعة لا يشغله ذلك عن طلب العلم الشرعي وفي نفس الوقت طلب العلم الشرعي لا يقضي على أن يكون عنصرا بناءا قائما في مجتمعي بكل أدوات البناء من جهة الفكر ومن جهة العلم ومن جهة العمل ومن جهة التقنيات ومن جهة كل شيء لكن حرص الصحابة الكرام على تلقي الحديث وصل إلى هذا الحد والصحابة زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقرخ لنا وبيعلم الأجيال اللي جاية بعد كده إزاي كان حرصهم على تلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إزا ده علم عظيم احتفظوا بيه عشان مش يتعلموا هم بس وبعدين يبقى فيه أثر بهذا العلم لا يتعلموا ويورسوا للأجيال اللي جاية بعد كده القرآن الكريم والسنة نبوية المطهرة سيدنا البراء بن عازب الأوسي رضي الله عنه بيقلنا برضو إزاي هم فيه اللي كانوا بيتناوبوا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبردو كانوا أحيانا مع التناوب ده إنه في مجموعة متخصصة أكتر في طلب الحديث هم اللي كانوا بيروحوا ويحدثوا غيره فسيدنا بيقول إن ما كل الحديث سيدنا البراء بيقول ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا كنا مشتغلين في رعاية الإبل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعونهم من أقرانهم وممن هم أحفظ أو ممن هو أحفظ منهم وكانوا شفاء دي يشددون على من يسمعون منه يعني يتأكدوا الكلام ده أنت سمعت من رسول الله شفت بعد كده لما ظهر حوحا شوف لما ظهر علم مصطلح الحديث وطرق وطرائق علماء الحديث في التحقق من صحة الحديث تعلموها من الأوائل الكرام شوف الصحابة طبيعي الحياة ممكن تاخده في مجموعة كانوا بيتنوبوا مجموعة تانية بتشتغل مجموعة تانية بتطلب العلم وتعلم من لم تحضر من لم يحضروا مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشدد كل واحد منهم يشد يتأكد من أن هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى بيأكد على بيحكي لنا الطريقة بتاعتهم منهجهم في التلقي كان إزاي فبيقول ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ده شيء منطقي فهو بيقول كانت لنا ضيعة وأشغال ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب يعني لم نعرف الكذب المجتمع ده كان في درجة عالية من الصفاء ده المجتمع النبوي الشريف وكان بيقول وبيأكد على أنه مش كلنا كنا بنسمع نفس الأحاديث كلنا في وقت واحد لكن كانت في مجموعة بتسمع وتحدثنا يحدث الشاهد اللي هو حضر الذي شهد حضور مجالس النبي عيسى صلى الله عليه وسلم ويبلغ الغائب اللي مقدرش يحضر معاهم المجالس ويعلموه العلم اللي تعلموه خلي بالنا من هذا التطور في علم الحديث المرويات دي وغيرها بيبلغنا أو بيبلغنا الصحابة الكرام من خلالها وسائل إثبات العلم أولا الحرص على العلم وسائل إثبات العلم وطريقة نقل العلم أول حاجة مع ظهرة مع ظهور الحديث وده كان في زمن النبوة الشريف ومن ذلك ما يقول سيدنا أنس رضي الله عنه ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعناه منه ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا يعني مش كل حاجة إحنا بنحدثه بيقوله للطلبة بطح لطلبة الحديث للمتخصصين أوي بقى اللي قاعدين مفرغين نفسهم لطلع بالحديث فهو بيأكد سيدنا أنس بيقول إن ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعناه منه ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا وفي رواية تانية أخرى عن قتادة إن سيدنا أنس حدث بحديث كان بيروي حديث عن نبي عليه الصلاة والسلام فقال له رجل سمعت هذا من رسول الله قال نعم أو حدثني به من لم يكذب يا إما أنا نقلته بنفسي أو نقلته عن من علمنا وعرفنا أنه لا يكذب بعدين رح أقيل إيه والله ما كنا نكذب ولكن ندري ما الكذب ده مجتمع كان طاهر يعني فيه طهر شديد ونقاء شديد الطريقة دي في التثبت من الحديث دي البكورة الأولانية في علم بعد كده الحديث الأصول اللي قام عليها بعد كده علم الحديث ما هي مراحل تطور علم الحديث شوفوا في البداية كان إزاي فكيف يكونوا في النهاية بل من شدة حرص الصحابة الكرام على إتقان تلقي الحديث الشريف استذكار الحديث يعني استذكار الحديث يعني كانوا رضوان الله عليه يتذاكرون دائما ما يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا الحديث ومش مشوا لا ده يقعدوا يذكروا مع بعض بالذات المجموعة اللي تخصصت أو يكسرت روايتها للحديث سيدنا أنس بن مالك بيقول كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنحضر مجلس الحديث عند رسول العيسات والسلام فنسمع منه الحديث فإذا قمنا خلصنا المجلس بتاعنا مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه ياه يقوموا من مجلس لمجلس تأخذوا الحديث ودونه من دونه منه وحفظه من حفظه في الحل منه كل دي كتوساء الحفظ يقعد الصحابة بعد مجلسهم مع سيدنا رسول العيسات والسلام يذكروا اللي خدوه في المجلس يحفظوا المتن ويسمعوا البعض ويتأكدوا من كتابته عند من كتب كل دا كان موجود ومن ينكر ذلك جاهل جاهل لأن دي وسائل حفظ معلومة وتكلم عنها أهل العلم بدقة لأن العلم دا يعني مش برعاية الله وحفظه كما حفظ القرآن الكريم حفظ هذا العلم الذي يحفظ السنة النبوية المطهرة فحفظ الصحابة السنة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وحفظوا لنا أسلبهم العلمية في حفظ الحديث وفهمه رضوان الله تعالى عليهم واللهم صلي وسلم وبارك على معلم الناس الخير اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين خوب وحفظات